واسمح لي بس يعني اقول للمشاهديننا احنا مش شايفين نفسينا صح احنا كان مصريين ايو انا كان عندي وفد من السعودية الاسبوع اللي فات في النقابة عندنا عايز اقول لحضرتك قد ايه هم من شايفيننا اكتر ما احنا شايفين نفسينا بتكلموا على مصر والانجاز اللي اتعمل فيها فاحنا مش شايفين نفسينا صح وبناء عليه لابد ان احنا نكون نقدر حجم الانجاز اللي اتعمل ونحافظ عليه عندي زميل تاني وزو قيمة وقامة من ليبيا والله قال لي كده أنا لاجئ وبيقولها بقوله ده أنت يعني في بيتك وبتأللها أنا لسه بلدي مش مستقرة فما يحسش بالأمان غير اللي فقده دي صورة يفتقدها قطاع كبير من المصر جدا 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 عشان هي سهلة مش حاسس بيها إنما لو فقدها هيعرف يقولك من 2011 وقطع الطرق والإرهاب وقتل الناس في الشوارع عصيرنا كل ده بالله أنا معانا زميل العربية بتاعتهم اتخذت وصرقة السيارات ومنهم معانا الوزير اتخذت منهم عربية بتاعتهم معرفتش نجيبها والأول مرة أنا من البحر الأحمر من رأس غارب والطريق ده آمن إحنا دايما يعني الطريق ده عمرنا ما شفنا حد كان يقطع طريق وياخد عربية وده حصل وأبناء رأس غارب سمعين وعارفين أن الكلام ده كان حصل فعلا عمرنا ما كنا نقدر نشوف حد ييجي يتهجم على بلد زي فيها كلنا يعتبر رايب وقبائل فالأمر ده حسينا به فقد الأمان فلما يجي النهاردة اللي عاشوا الفترة دي حيتمسك بها قوي إيه اللي تعمل للعمال في صعيد مصر مثلا عملنا مصانع ابتدينا إنما محتاجين كتير محتاجين مصانع كتير إحنا الصعيد طارد للعمالة بس عايزيني وأجاذب للعمالة بس الكباري اللي تعاملت السبعة وتلاتين كبري اللي تعاملوا اللي ما كانش معمولين وعدونا الناحية التانية نحن بقول يعني وقبالك ناحية لدينا أسيوت مثلا اتعمل أسيوت الجديدة أسيوت مدينة وإنه الجديدة وصورة الجديدة والمينية الجبلين طبعا محضرتك مده أنا شفت الجبلين وكانت شقة واصلة من 10 سنين بمليون جنيه أيها فسيدي يعني إنما الكباري لما قدتك المساحة الناحية التانية مبالك طبعا قدت أفاق أن يبقى فيه تنمية للناحية التانية صحيح عايزين بقى نبتدي فخامة الرئيسة اهتم بالصعيد بس إحنا برضو أهل الصعيد بنقوله إحنا عايزين تانى فخامة الرئيس طب قولي يعني رئيس مصر القادم يهتم تاني بالصعيد يعملي عايزين مصانع إحنا عن دلوقتي الطرق ناقص التصنيع ناقص التصنيع بشكل بقى يعني بس خلي بالك التصنيع ما كانش أجيلك إلا إذا تغفرت بنية تحتية نعم لأ ما إحنا عندنا طيبة جديدة وأسوان الجديدة وأسوط الجديدة وإنة الجديدة وإنقاء وإنقاء والمينيا والأراضي الزرعية وضميات الجديدة ده إنت هتتكلم للصبح بس أنا أتكلم أن إنت مكنش هتقدر تصل لمرحلة من التصنيع الكامل إلا إذا تغفرت بنية تحتية قوية لا شبكة طرق كهرباء طاقة كلام ده ده متوفر دلوقتي في الصعيد متوفر في كل حد حضرتك ده عشان أنت صعيدي بس حضرتك لا ده حياة كريمة إحنا خدنا النصيب الأكبر في الصعيد عشان بس فحياة كريمة أه طبعا أه طبعا وعايز أقول حضرك على الحاجة ده تريليون جنيه أولاد اللي فينا خمفة واحنا طبعانين في كتير طبعانين في الكرم إيه يعني إحنا إحنا سقف الطموحات ما يقلش عايزين اللي هو بقى أحسن هقوله حضرتك على حاجة ودولة شقيقة ومش هقول اسمها عندها من الأراضي وعندها من الصروة الحيوانية يعني يتخدها بلاش بس تعالى نقلها مفيش طرق أضعف مش عارف تنقلها يبقى لازمتها إيه يبقى لازم يكون في بنية تحتية البنية تحتية اللي الناس بتتكلم عليها أصلا إحنا مش عارف عنه نعمل إيه حضرتك كان إحنا كان مصر من أكبر الحوادث على مستوى العالم النهاردة الحمد لله رب العالمين كلنا أنا حضرتك وانا جاي النهاردة لا الطرق أنا جاي في ساعة الشبكة الطرق بصراحة غير مسبوك حمد لله قصة لما تبقى زورت بلدان في المنطقة تحديدا بلدان خالجية وتقول هو ليه بلد ما فيهاش الطرق دي ده رفع تصنيفنا من 135 ل45 طب وفر قدية حضرتك مواد بترولية في الحرق في الحرق وانت وقف في هو بيحسها التجار والمصنعين اللي هي حركة الانتقال يعني فيه مصنع سامسونج فيه بانيس ويف بينقل دلوقتي بسرعة جدا طب طريق مسؤول كان يعني واحد أجنابي كان نعيش في مصر الفترات اللي فاتت دي قال أنا قضيت نصف عمري في المواصلات النهاردة الكلام ده مش موجود النهاردة هم بيشيدوا بهذا الأمر فلابد ان احنا نحافظ على هذا الأمر وإحنا بنقول بقلب جامد وبنقول بدون يا جماعة ما تحجرش انت بتحجر على رأي ليه طب ما احنا طالعين هو بنقول وحضرك هتشوف فلسطاد العدد اللي جاي وحتشوف لا احنا مجايشين الناس والله النهاردة بخفض الاعداد كله عايز يشارك كله عايز يشارك تكلم ايه في مئة ألف عامل جايين لك لا مش مئة ألف الصالة يا ريت هنحط مئة ألف بس احنا بنتكلم بنقول احنا عايزين نبعث رسالة بس كله عايز يشارك يبقى هدف مؤتمر يوم الخميس رسالة رسالة وحنبتدي نعمل مؤتمر رسالة للعمال الأول بسفتك الرئيس للتعب تقول لهم ايه بقول لهم انزلوا وشاركوا في الاستحقاق الدستوري ادوا صدقهم علشان نبعث رسالة للعالم كله ان فعلا فيه انتخابات موجودة وفيه اكتر من مرشح موجود وكل واحد يحكم عقله ويقرأ كويس مشهد ويشوف يقارن ما بين القديم وجديد ويشتغل بعقله علشان لو فكر خمس دقايق حيقرف انت جاو فيه ترجمة نانسي قنقر